أيها المؤمنون عباد الله إن المال فتنة عظيمة تبلغ ببعض الناس أن يكونوا عبيداً للدرهم والدينار وقد قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وهذا يبين عظيم ما يؤول به حال المفتتن بالمال فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذه الفتنة ففتنة المال لها أوجه عظيمة تكون في كسبه وتكون في إمساكه وتكون في صرفه وتكون في تعلق القلب به كل هذه من أوجه الفتن في المال فاحذر أن يتطرق إليك شيء من الخلل أو من الانحراف في كسبك فطهره وطيبه وفي إمساكك للمال كن في ذلك على نحو ما أمرك الله تعالى من غير سرف ولا قتر وفي صرفه وبذله بوضعه في مواضعه التي شرع الله تعالى وفي تعلق القلب به فاحذر أن يتعلق قلبك بالمال فالمال خادمك لا تكن خادماً له المال خادمك لا يصيرك خادماً له